كثيراً ما نسمع من أولادنا أنه بيقولوا كلمة آسف برددوها بدون ما يفهموها لأنه ممكن يكون نحن طلبنا منهم أن يقولوا كلمة آسف بالفعل هنم ما بيفهموا ثقافة الاعتذار ومتى بالفعل يجب عليهم أنه يعتذروا عن الخطأ لذلك سنتحدث اليوم حول كيفية غرس ثقافة الاعتذار وما الأخطاء التربوية التي يمكن أن يرتكبها الأهالي في هذا المضمار بالطبع موضوع نقاش مفصل مع ضيفتنا في الأستوديو الاستشارية التربوية نورا نحاس أهلا وسهلا فيك أستاذ نورا أهلا وسهلا فيكم جميع المشاهدين أهلا بك أستاذ نورا الأخطاء خلينا نقول كل بيت قال له ثقافته للخطأ إن كان كبير ولا صغير حتى تعامل الأهالي مع الأطفال خلينا نقول في أهالي بيغضبوا بشكل كتير كبير إذا كب كاسة الشاي مثل ما بنقول أو مثلا كسر لعبة من ألعابه في أطفاء في أهل ممكن ما يعني أبدا أن ينزعجوا من هذا الموضوع في أخطاء أخرى كمان الكل بيعتبرها كبيرة مثل أنه وقت يضرب حدا من أقرانه أخته أصدقائه فهذا بالطبع شي يعني غير مقبول عند كل الأهل تقريبا فخبرنا بداية شو هي الأخطاء فعليا اللي يجب على الطفل أنه يعتذر منه أول شي بحب أفرق بين السن ومراحل العمرية لأنه الطفل قبل 3 سنين ما بيفهم معنى كلمة آسف نهائيا يعني مهما قلت له على التذير أو أقول آسف فهو شوف فكرة آسف معناته بوابة للخروج من غضب ماما فأنا لما بقول كلمة آسف مباشرة ماما هتنقل بملامحة وحتكون راضية وحاكون بخير فما بيعرف نهائيا شو تأثيرها لعليه ولا على الآخرين فبعد 3 سنين أو حتى 3 ونص كمان بيبلش الوقت يفهم شو معنى اعتدار فالمعيار الأصيل لكلمة الاعتدار هو الإحساس بالمسؤولية فنحن إذا علمنا أنه هذا الموضوع لما أنت أزيت أو لما عملت أذية بالبيت أو أزيت الآخرين أو حتى أزى نفسه أزى أمه تتحمل مسؤولية ما فعلت يعني بمعنى آخر هل تبرر فعلك؟ يعني كثير من الأطفال لما بيأذوا الأذية أو بيأخذوا شغلي مؤلون أو بيضرب الآخر إيه هو ضربني؟ أنا بدي هاي اللعبة لأنه أخذ ليها أنا بدي إياها أخذها بالعنف أو كسرت لأنه ما ليه خبر أو لأنه 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 فنحن أول أهم يعني خينا نقول مهمة علينا كم وربين أنه نعلمه أنه هذا التصرف اللي عملته هو مجرد صدفة أو بنكون من غير أصدق لكن تحمل مسؤوليته يعني مثلا لما بتكسر الكاس عليك أنك تلم الزجاج طبعا إذا كان كبير وبيوعى ونساعده طبعا تمسح مكان الماء اللي كبيتها تعتزم من الطفل اللي ضربته وتبوس خده تشوف الماما ليش زعلتها لأنه ما جبت لها مثلا منشافة من الغرفة التانية بتروح فورا يا حبا بتقول آسف ومعها مباشرة بتروح بتجيب القضية اللي يزعلنا منك فأهم نقطة لما يكون في عنا قوانين في البيت يعني هذا مسموح وهذا غير مسموح نرجع دايما من سرعة نقطة القوانين المكتوبة خاصة يعني ما تكون أمور عامة وشاملة الولد بيجرب لحتى يعرف إنه هي الصح وإنه الغلط وهالمرة ظبطيت هالمرة ما ظبطيت ولكن لما تكون أمور محددة في البيت يعني مثلا من أول ما بيكون عمره أربع سنين الخروج مثلا للشرفة أو البلكونة ممنوع خاصة بالشتوية بيكون ما في حدا موجود ما حدا عم يرأبه فالطفل بيحاول أنه يطلع بطريقة نوع بإخرى بيجيب ماما بتقول له ليه طلعت بيقول لنا أنا آسف خلصت القصة بكرة برجع عيدة وردتاني فهذا الاعتذار لا يفيد نهائيا لأنه أولا هو ما حس بقيمة الفعل الذي يفعله يعني ما حسوا أنه غلط أنه أنا مبسوط لأني عم بجرب وحقول لأسف وحاعده مرة تانية تانيا لأنه ما فهمان ليه يعني كونوا منطقيين وعقلين أيها الأهالي فهموا ليه أنتوا منعتوا من القضية الفولانية أو ليه لازم عليه أنه يعتذر لحتى الآخر اللي هو اعتذر له يحس أنه فعلا من المدمان والنقطة المهمة كتير أنه يحس أيضا أنه نوع من الشعور الندمة يعني أنه حط حالك محله هلأ من تحت عمري ثلاث سنين حتى الأربع سنين ما هيقدر يحط حاله محل آخر لأنه بهذا العمر هو عمر التمركز حول الذات يعني بيحس الكون كله عم يدور حوله هو هو الشمس يعني فبالتالي ما هيقدر أبدا يحط حاله محل الطفل الثاني يشاعر بنفسه بس فأنا بدي وهدول الأشياء لي ولازم أنا أكثر سامحوني وتغفروني وإلى آخرية ولما تقول له حط حالك محل آخر ما هيقدر من بعد الأربع سنين فينا نقل له حط حالك محل آخر وإنت لو كنت مكانه ما كنت حتى تزعى لما يضربك أو لما ياخد لك لعبتك أو أنت مثلا طلعت من البيت وأنا ما ميتك طلعت من البيت وأنا ما قلت لي كيف رح أزعى ولا لا لا حط حالك محل أنت المام وأنا الولد مثلا مبلش نلعب تبادل الأدوار لأنه كتير بيعطي ميزة وبيعطي مردود فعلي يعني وعملي يعني فينا نقول معنات الأخطاء كلها يعطي بنقول عليها آسف لازم يعتذر عليها ولكن يفهم لي لا ممكن لا لا خلينا نوضح أكتر ممكن للأخطاء بيقول عليها آسف نحن إذا حطينا يعني متبقى بقوله الولد تحت المجهر وطول النهار دققنا على كل أخطاءه ما حنستفيد نهائيا يعني هو معناها صارت عنده شغلة عاملة يلا بضرب بعتذر باخد بعتذر هذا ما بينفع الأخطاء الكبيرة ولكن يفهم ليش فيه قوانين بالبيت اللي هي محرمات خلينا نقول أو اللي ما بيصير أبدا تقرب منها هاي لازم تعتذر منها وتندم وخلينا نقول كمان تكفر يعني نوع من التكفير عن الخطأ أنه عن خطأك أنه تلم اللي أنت أزيته أو تبوس مثل ما أنا خدت أخوك إلى آخرية بحيث أنه يحس بالندمة ويشعر الآخر بأنه صلح الموقف نعم طب في بعض الأهالي بيكون في عندهم ردة فعل عنيف تجاه خطأ الأولاد يعني بيكون توصل لحد الضرب لحد التعنيف للطفل لحتى يحكي كلمة آسف ومجرد أن يقول كلمة آسف أو يقدم الاعتذار ساعتها بيقبلوا وممكن يشيلوا إيدهم عنه هل هذا يعتبر يعني تصرف صحيح فعليا جزء من آليات تعليم الطفل ثقافة الاعتذار عزيزتي أولا إذا بدنا نعلم الطفل يعتذر أولا نحن نعتذر منه يعني مثلا لما أنا أوصل لحالة لا سيطرة أو خلينا نقول فقدان الوعي لما الناس بيغضبوا أو الأهالي بيطلعوا على الأذية وبينسوا هذا الطفل اللي هو كبدون فبيروحوا بينهالوا عليه إما بالشتائم أو الضرب بالغالب طبعا وبالأخير بتندم الأم أو بيندم الأب بيقول أنا شو عملت لا أنا غلط غلط كتير كبير فعليه أنه اعتذر منه الطفل يعني بيعمل حاله الآن مصلح اجتماعي ببلش مع الطفل فهذا الاعتذار عزيزي الأب عزيزتي الأم لا يفيد نهائيا لأنه أنت طلعت فوق الخط الأحمر والاعتذار مهما قلت عشرات المرات أعتذر ما حيمسح الخطأ اللي عملته فأنصح لما بيقع الواحد بهيك غلط أولا يكف شوية عن الولد يروح إلى طرف تاني يهدي أعصابه لأنه بنفس الآن أنه أغضب ونفس الآن اعتذر ما بينفع ودي شوية فترة صغيرة لو خمس دا عشر دقايق روح وخلي الولد يهدد يعني حالة العنف بتأدي للبكاء لحالة هيجان الطفل إلى آخره روح على طرف هدي أعصابك حتى قبل ما تضربه خود عدل العشرة يعني أجدادنا قالوا لما واحد يقرب على الطفل عدل العشرة حق معهن فعدل العشرة وهدي أعصابك بعدين انفعل بحيث يكون الانفعال على قدر الذنب نحن ليش من غلط لأنه يكون انفعالنا انتقاما من الطفل وليس تربية وهناك فرق كبير جدا بين أنا بدي أربي الولد حتى يصير أفضل وأعدله سلوكه بين أنه أنتق منه لأنه أذالي الفازل فلانية غالي كتير أو السكاكر كانت مهيئة للضيوف فهو نال منها ما نال فقضية الانتقام ليست تربية نهائية فإذا كان الولد استطاع أن يهزم الأب أو يهزم الأم بكلمة اعتذر وصلحنا للموقف معناها تنتصر علينا مرتين مرة الأولى لما خلانا نعصب ونطلع فوق الخط الأحمر أنا قوي الآن انتصرت على البابا والماما ومرة الثانية لما خليته نجي اعتذروا لي فهذا أجدم أبدا متربية نعم مع أنهم هون ممكن الأهل يفكروا أنه مع أنه اعتذر فهو عرف خطأه ممكن ببعض الأحياء خلينا نقول طيب كيف يعني شو هي الأخطاء الثانية اللي ممكن يعملوا الأهل بالفعل لأنه تعاملوا مع أطفالهم واللي يعني بيخليهم أن يفهموا ثقافة الاعتذار فقط بآسف يعني مثلا إذا تعطينا أمثلة واقعية بخلينا نقول باعتذارهم لابنهم أو حتى بتعامل الأهل مع الأم سوية كيف؟ بالضبط أهم نقطة أنه يكون ثقافة الاعتذار موجودة ومنتشرة بالبيت يعني مثلا الأم مهما كبرت جلالة أدرة وهي المهيبة بالبيت والبابا اللي هو قائد الشرطة العسكري وإلى آخره وصارت قصة بالبيت فصار فيه نوع من الخصام أو الشجار بينها وبين البابا شفت بابا عم يعتزل من ماما بابا عم يعتزل من ماما طبعا لأنه الاعتذار واجب لما وحد يغلط حتى لو كان تمثيلية عذروني أيها الآباء والأمها تعملوا تمثيلات صغار والله حيوفروا عليكم جهد كتير تمروا عليهم يا أسا زنورة عفوا تمروا عليهم على الأطفال تمروا إذا كانت محكمة يعني هلأ واحد ما يعملها مي محبوكة كمان الماما لما تكون تغلط مع أخوين الكبير اللي هو المراهق المراهقين الآن إذا ما نحن نحكي عنهم بشكل عجالي يعني إلهم أفعال عجيبة وبتخيل واحد يعتذر تكرارا ومرارا منهم وحتى هنا لازم يعتذروا لما يغلطوا لأنه إذا ما كانوا مربعين منظروا على الاعتذار حيصعوا كتير لما يكبروا فالماما اعتذرت من أخي الكبير أو من أختي الكبيرة لما تجاوزت حد العقوبات أو زادت العقوبة شوي أو حست أنه أفرطت بالتأنيب أو باللوم أو بالاستهزاء فالماما حست حالة أنه غلطاني اعتذرت قدوة إذن الآن الأم قدوة وأنا أقتدي بها إذن مو مشكلة أنه إذا اعتذرت أما لما تكون الأم بحياتها وبعمرة ما اعتذرت وكل الحق معها وهي ملاك ومعصوم وطلبت من هذا الطفل الصغير البريء اللي هو معصوم أصلا قم اعتذر فما حيلاقيها مناسبة نهائيا ثانيا أخطاء أخرى واللي هي خليه يعتذر على الفاضي وملياني يعني اعتذر خلاص يلا مسحناها نعمل غيرها اعتذر اعتذرت يلا مرة تاني وهو خاصة إذا كان صغير مفاهمان فهي حيصة مثل مفتاح العجائب يعني بيفتح لكل الأبواب ببطل في قيم حقيقية لما سألت الاعتذار لا بقى لا إيما نهائيا بقى لا نوع من استهزاء بالآخرين لا ذنب علي وخلاص مسحناها قضية ثالثة أخرى أيضا واللي هي عملية تدريب الولد على الاعتذار من الخارج من الناس بالخارج يعني يرى الطفل مثلا أسقط ورقة بالطريق من غير ما يشعر ورقة بسكويتة أو شيء كبه بالطريق فالأم تقول له بتشيلها بتشيلها وتعتذر من خادم ومستخدم الموجود ليلة حتى تحطها شغلة كتير كبيرة معقول أنا يعني مستخدم أحكي معه مثلا قال له أنا بعتدر طبعا لأنه أنت وسخت له وبإيدك بتمسح له هو مواجب عليه حتى بالمدرسة هذه الثقافة إذا زرعت بتتكامل المنظومة نهائيا وبيصل الولد للبيت وهو قدران أنه يعتدر بكل يعني رايحة وما في عنده أي مشكلة لأنه هو صار عنده الأمر طبيعي وحسب المسئولية والندامة لأنه فعل نعم طب في نقطة حساسة ومهمة جدا بهذا الموضوع كيف فينا نوازن بين أنه العلم الطفل ثقافة الاعتذار لكن في ذات الوقت ما نربي طفل بيحمل في قلبه شيء من الذل الأسف الشديد أنه كثير من الأهالي يعني كلمة أنا آسف أنا آسف نوعا ما بتخلي الطفل مع الوقت يطقطع رأسه للآخرين ومثل ما ذكرتي بيحكي كلمة أنا آسف على الفاضي والمليان فكيف إحنا ممكن ربي طفل لديه ثقافة الاعتذار الاعتذار لكنه عزيز في ذات الوقت ذكرتيني بقصة مرت معي كاستشارة أتت إليها الأم وهي تشكو أنه ولد راح المدرسة هنا كانوا ببلاد برة فاضطروا يجوا على بلد من البلاد العربية دون تسمية فأول ما دخل الولد على الصف كان صف ثاني أو ثالث فغلط ما بعرف شو غلط غلطة وقف قدام المدرس المدرس في ثقافة لا اعتذار بيقله شو تعالهم فالولد ما عنده هاي المشكلة يعني أنه أتجي لهم ما بيقوم قدامك ما عندي مشكلة ما بيعرف شو حيصير بعدها يعني وقف قدام المدرس وقال له راح وتطلع فيني نزل راسك بالأرض فالولد قضى طول اليوم عم يبكي ورجع على البيت لأنه قال له الأستاذ بتنزل راسك بالأرض وما بتطلع فيني أنا أستاذك فرجع على البيت الأم يعني كان تربيته أوروبية وإلى آخر بتقل له ليه عم تبكي ضربك الأستاذ لا شو صار معك ما صار شي بس قال لي الأستاذ نزل راسك بالأرض ليه أن نزل راسي بالأرض يعني معنى هو غلطان فهي إذلال للطفل خليته يشعر أنه كرامته نداست وأنه ما بيستاهل أنه نزل أنا بعتذره بقال لك أنه ندمان ومسؤوليتي وإلى آخره لكن ما تنزلي راسي بالأرض حلو فكتير من الأحالي لما بيخلوا الولد يعتذر بيهينوه وبيلوموه دائما ويذكروه فيها دوم هداك اليوم لما قدت الأزية الفلانية ما حينسوله إياه وبيذكروه فيها أمام الآخرين أيضا وهذا خطأ شنيع جدا يحسس الولد أنه دائما غلط طيب كل إنسان بيغلط ماما أنت غلطي بفلان يوم حتى بيتجرأوا بعض الأطفال بيقولوا بوش الأم ماما أنت غلطي فلان يوم واعتذرتي ولكن عدتيا مثلا معقول ومنتشر وشائع فوصولنا لهذه الدرجة أنه نخلي الولد يقع بزاوية الإذلال بيخليه تجرأ ويشق الطوق أنه أنا لست ذليلا إما يطلع متمرد وإما يعني بلاها الاعتذار كله هتعملوا إيه يعني فحيكون شخص غير راضي عن نفسه داخليا حيكون غير واثق من نفسه وهذا يؤذي جدا من الناحية النفسية للأطفال ذكرتيني بجملة جدا مهمة يعني في مسألة هاي النظر للأرض كان أحد الروائيين يقول أنه الحرية تبدأ من النظر في عينه الآخر من المهم جدا طبعا الحرية المسؤولة اللي فيها نوع من تحمل المسؤولية فمهم جدا أنه إحنا نعلم الأطفال بالفعل تحمل المسؤولية وثقافة الاعتذار لكن من خلال النظر بعين الآخر وليس تقطأت الرأس والنظر أصلا هو أساس الاحترام يعني للشخص الآخر طب لو نلخص هيك أخيرا معك أستاذ النورات خبرين هيك بالفعل خطوات عملية للأهالي اللي عم سمعونا اليوم خطوات بتساعدهم على أنه يغرسوا قيمة الاعتذار عند أطفالهم ويكونوا يعني بدون أي خوف من الموضوع أول نقطة خيرا نعيد مرة تاني كتلخيص القدوة يكونوا قدوة كأبوين موجودين بالبيت اعتذروا من بعض واعتذروا من الطفل إذا غلطوا يعني هاي قدوة واقعية وموجودة أمامه ثانيا يكون في عنا قوانين مضبوطة في البيت بحيث أنه في محرمات أو خطوط حمراء للسلوكيات هذه تستاهل أنه يعتذر أما كل وقت وكل حين وكل زمن اللي اعتذر فلا ينفع ثالثا يكون في منظومة بين الداخل وبين خارج تعاون مع المدرسة تعاون مع الأقرباء بحيث أنه الولد يقدر يعتذر وهو غير مذلول كرامتي موجودة ليه؟ لأنه أنا أتحمل المسئولية رابعا لا تبرر أمام الطفل لما أنت تغلط لا تبرر قول أنا غلطت فعلا بحقك وغلطت معك لأنه أنا عملت هيك خليه هو كمان ما يبرر لأنه التبرير يلغي المسئولية خامسا والأخير خلي الولد يصلح ما قام به من أذية لأنه الإصلاح هو الاعتذار الحقيقي وليست الكلمة جميل يعني نشكرك جزيلا شكرا الأستاذة والشارية التربوية نورا نحاس على هذه النصائح القيمة جدا في هذا الموضوع شكرا لك شكرا لكم فيترجمة نانسي قنقر شكرا